وحياة الإنسان فرصة واحدة غير قابل للتعويض أولاً نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فرصة واحدة أمور الدنيا يتحل الإنسان فرص يعني قد يخسر ويفشل لكن يعوض يخسر في سوق التجارية يعوض يخسر حتى في اختبارات المدارس والتعليم يعوض ففي أمور الدنيا كان التعويض لكن حياتك أيها الإنسان فرصة واحدة غير قابل للتعويض لا تجعلها مجالاً للمغامرة فإن نجح الإنسان في هذا الاختبار العظيم الذي نعيشه الآن فقد سعد السعادة الأبدية وإن فشل في هذا الاختبار فقد شقي الشقاوها العظيمة ولهذا يقول سبحانه فما ثقلت موازينه فأولئك مفلحون وما خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يعني خسر كل شيء حتى نفسه ومهما حقق الإنسان من نجاحات في هذه الدنيا إذا كان فاشلا في علاقته بربه فيبقى في النهاية أنه هو الفاشل وهو الخاسر ومهما حصل له من تعثرات ومصاعب ومتاعب في هذه الحياة إذا كان ناجحا في علاقته بربه يبقى في النهاية أنه ناجح وأنه الفائز